اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص باخبار المنتخب الوطني الجزائري واللعبين المحترفين تمكن الدوليان الجزائريان مهدي ليريس ورايان اتنوري من حز بطاقة التأهل للدور السادس عشر من كأس الرابطات الانجليزية وفاز نادي ستوكسيت الانجليز الذي انضم اليهم اخرى اللاعب مهدي ليريس بسوداسية مقابل هدف اينا صنع الجزائري هدفا بتمريرات حاسمة وسجل هدف فريقه الاخير في الدقيقة الثانية والسبوع من جهته شارك المدافع لايسر للخضر رايان اتنوري في المباراة التي فاز فريقه بخماسية نظيفة حيث لعب كامل اطور المقابلة وادى مباراة مقبولة وفي الدوري السعودي قاد نجم الخضر يضمح لزنديه الاهل السعودي للفوز امام نادي الطائب ثنائية نظيفة اين سجل الهدف الاول في الدقيقة ثلاثة وثلاثون من عمر الشوط الاول قبل ان يضيف الافوري كيسيه الهدف الثاني ونبقى دائما في الدوري السعودي دائما يواصل اللاعب الجزائري امير سعيود عروضه القوية مع ناديه الرائد للسعودي بعدما قاد ناديه للفوز على نادي الرياض ضمنه الجولة الرابعة من دوري روشل وتلقى الجزائري اشادة كبيرة من طرف المتابعين الان عودة الى اخبار المنتخب الوطني الجزائري اين كشفت مصادر على ان الناخب الوطني جمال بالماضي قرر بنسبة كبيرة حسم الجدل في منصب حراسة المرمى في قادم الاستحقاقات بعدما وقع الاختيار على حارس نادي كان الفرنسي انطوني مندرية لتولي هذه المسئولية خاصة بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها الحارس مع ناديه في الدرجة الثانية الفرنسية حيث حافظ على نظفة شبكه وفي الاخير شكرا لكم على المشاهدة الى فيديو اخر بحول الله